أيها المسلم اسمع واستفد مما ينفع ديننا دين عظيم نوره فينا يسطى الأمر بحفظ اللسان روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام فإذا تكلم فلينظر في كلامه فإنه إما له وإما عليه وليس الأمر كما يقول بعض العوام الحكم علي جمرك إنما الأمر كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال العلماء أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة وما تستوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا والمؤمن الكامل من شأنه أن يكف أذاه عن المسلمين إن كان بلسانه وإن كان بيده وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري يا رسول الله أي المسلمين أفضل فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل ولا سيم عند المزح والغضب وهذا معنى قول الشاعر كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه أي لا يرى أن فيها ذنبا ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم قال الحافظ بن حجر عند شرحه هذا الحديث وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته واعلموا أن الاستخفاف بالله أو شريعته كفر مخرج من الإسلام وذلك كقول بعض الناس فلان جنن ربي أو أهلك ربي أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله وكذلك الاستخفاف بالشرع كالذي يقول الصلاة موضى أديم أو يقول الصوم تعب بلا فائدة أو يقول الحج وثنية أو يقول صوم صلب تركبك الإله فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام ولو كان القائل مازحا أو غاضبا فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ فهؤلاء خارجون من دين الله تعالى قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكم أبعد من الصواب من قال إنه لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غاضبا أو لأنه لم يعتقدها فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله وخالف قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا بل اعتبره كافرا لمجرد قولها وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد فهذا يزداد ضررا وكفرا لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار ولابد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قصوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي عن ابن عمر وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي وهو حديث صحيح فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة أي وقاية والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ باللسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ معناه انتبه وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم اللهم اجعلنا من القائمين الصابرين واشرح صدورنا ونور قلوبنا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين